السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهاركو دكتور حمد السيجيني إن شاء الله في الفيديو ده هشرح معاكم الباست سيمبل أو السيمبل باست زمن الماضي البسيط والله جميل الدلتا قسم أتي أهلا وسهلا بكم وحشتون كثير رباني يكرمكم وفاق كل خير إن شاء الله أول حاجة الباست سيمبل أو سيمبل باست في هذا المقبل في الفيديو يعني هنتكلم عن يوسج اللي هو الاستخدام اللي هو التكوين الزمن بيتكون من إيه وبعض التمارين السريعة كده وبعدين أسايمبل أول حاجة الباست سيمبل الباست سيمبل ده طبعا أسهل أزمينه في اللغة الإنجليزية هو عبارة عن التصريف التاني للفعل تصريف التاني للفعل يعني الفعل عادة بيكون له ثلاث تصريفها التصريف أول وتاني وتالت التصريف التالت التاني اللي هو زمن الماضي البصري التصريف التاني الفعل ده بنجيه بكذا طريقة الطريقة الأولى إن الفعل يكون فعل منتظم وبالتالي بنزود له D أو E D أو I E D الفعل منتظم زي كلمة use أو used أزود لها D بس لأنها بتنتهيب E watch أزود لها E D أو أزود للفعل I E D زي الفعل carry أو cry أو try لأن اللي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات إن ال Y طرح ما الفعل بينتهي ب Y بنشوف الحرف القابل ال Y لو الحرف القابل ال Y حرف ساكن يعني أي حرف معادة الخمس حروف بتوع العيلة اللي هي A E I O U ففي الحالة دي بنغير ال Y إلى I E D يعني مثلا بنشوف هنا carry كلمة carry ال Y قبلها حرف R والR ديعتبر consonant لأنه مش من الحرف الخمسة الفاولز فبالتالي إحنا بنزود بنغير ال Y إلى I E D طيب لو كان قبل ال Y vowel حرف متحرك A E I O U في الحالة دي بنخلي ال Y زي ما هي ونزود E D زي بالضبط كلمة pray أو play بنقول عليها played أو prayed فاحنا بنزود لها E D طيب عندنا more examples change change بنزود لها D لأن أخيرها E wave waved wave waved أخيرها E decide decided زود لها D برضو لأن أخيرها E use worked talk talked open opened في أفعال ال Y بنزود لها بنغير ال Y إلى I E D زي try tried carry carried hurry hurried marry married تفقنا طيب في بعض الشواز كده لازم نعرفهم يعني كلمة stop أما يكون الفعل بينتهي ب vowel وبعده على طول consonant vowel زي O وبعدين P consonant فاحنا لازم نضاعف الحرف الأخير تبقى stopped ما حتشقول stopped بقى لا stopped S-T-O-P-P-E-D نفس القصة plan الحرف الأخير consonant حرف ساكن والحرف اللي قبله متحرك اللي هو A بقى planned planned hug الحرف الأخير consonant والحرف اللي قبله vowel فشيء طبيعيا احنا نضاعف نعمل doubling للحرف الأخير تبقى hugged طيب كلمنا خلاص عن if a verb ends in a consonant and Y you take off the Y and add I E D قلنا أما يكون في try و carry فاحنا بنغير ال Y إلى I E D لأن الحرف اللي قبل ال Y بيكون consonant فبنغيره طيب لو كان فاول زي pay أو play أو الكلام ده بنخلي ال Y زي ما هي سوري لو كان pay أصلا irregular verb irregular verb فغلط أصلا نوع يجيبه في A في السلايد ده لأننا نحن لسه نتكلم على irregular verb اللي هي الأفعال المنتظمة اللي هي الأفعال المنتظمة اللي هي الأفعال المنتظمة اللي بنضرب لها D أو E D لكن لو فعلا زي فعلا play P-L-A-Y هنشوف الحرف اللي قبل ال Y هنلاقي A وده فاول يبقى هنزود E D وهو زي الأخير آخر مثالين play و enjoy في حالة النفي الأول هو ما تكلمش مش عارك ما تكلمش اللي هي الأفعال الشازة الغير منتظمة يعني مثلا زي ما جا أقول go طب ما جا أجيب الماضي من جوه أقول went uptake tuck see saw give gave write root دي كلها أفعال شازة لازم تحفظ باش مهنسين وفي عندكم أنا شفت قائمة وممكن أبعت له قائمة تانية بأشهر الأفعال أو الأكثر استخداما الأفعال الشازة الأكثر استخداما لازم تحفظ منها التصريف الأول التصريف الثاني وتصريف الثالث والماضي هو التصريف الثاني للفعل طيب في حالة النافي بجيب didn't زي مصدر الفعل واحد بقول I went to the school يبقى I didn't go to school I watched TV I didn't watch TV احنا بنجيب didn't زي مصدر الفعل في حالة السؤال أما يكون yes or no question يعني سؤال بمعنى هل فاحنا بنجيب كلمة did وبعدين فعل وبعدين مصدر الفعل بعدين أقول yes I did أم أقول لك مثلا did you play football yesterday did you watch yesterday's match did you go to the party يقول لها did you go did you play did you cook did you see يقول لها did بيجي معاها مصدر الفعل وفي الإجابة طبعا yes I do or no I sorry yes I did or no I didn't أما يكون سؤال itch أو double itch questions زي اتفن itch أو double itch questions يعني زي itch يبقى how double itch questions زي where what why when whose دي دي كلها بيجي معاها فعل مساعد did في زمن الماضي البس كل دي بيجي معاها did بس في ملحوظة مهمة جدا لو حرق قطبالكو هنا بيقول what did you do how did you get where did you have معنى كده نفهم من كده إن did بيجي بعدها مصدر الفعل did بيجي بعدها مصدر الفعل بدون أي إضافات أوعجي بديت مع التصريف التالي ما ينفعش أقولك مثلا where did you went لا أقولك where did you go yesterday دي بيجي مهما الصرف طيب بنستخدم الزمن ده الزمن ده زي ما قلت لك من أسهل الأزمنة لإن استخدامه سهل جدا هو بيعبر عن حدث وقع في الماضي وانتهى بس حدث وقع في الماضي وانتهى طبعا أول مثال المكتوب غلط فأنا مش عارف يعني ما حدث بيرجع الكلام ده المحور تكون I went I went مش I want I went to the cinema yesterday Leonardo painted the Mona Lisa he sat down and ordered coffee دي كل أحداث وقعت في الماضي وانتهى أما يكون حدث وقع في الماضي وانتهى بنستخدم زمن الماضي البسيط سهل جدا طيب عندنا هو simple past tense جايب ده ملخص تقريبا لكل شيء هنا بيكون تصرفي الثاني للفعل I watered أو the chef cooked أما يكون في حالة النفي بستخدم didn't didn't water أو did not cook في حالة السؤال بجيب did في الأول ومعها مصدر الفعل نركز جدا أن يكون مصدر الفعل وده الاستخدام سيما احنا شايفين قلنا حدث وقع في الماضي وانتهى حدث وقع في الماضي وانتهى وزي ما احنا شايفين خليبا لكوا باش مانسين في مجموعة كلمات معينة أما نشوف فأعرف إن ده زمن ماضي بسيط أما شوف الكلمات دي هتأعرف إن ده زمن ماضي بسيط زي كلمة yesterday ago last حتى الورد صغيرين والذي بسمحهم دائما نقوله yesterday ago last من علامات simple past يعني ما تشوف yesterday أو ago أو last أو once upon a time أو once أو in the past دي كلها كلمات بتعبر عن الماضي البسيط فحضرتك مشكورا أول ما تشوف أي كلمة من الكلمات دي ويتأكد إن الزمن في الماضي اختار الفعل في التصريف التاني اختار الماضي البسيط ده زمن future simple زمن المستقبل زمن المستقبل ده في أبسط صور ويتكون من will زائد المصدر أقول الحركة أنت هتعمل إيه بكرة تقول tomorrow I will visit my friend I will visit my friend زمن سهل جدا ووصف جدا بيتكون من will زائد مصدر will هنا باش مانسين معناها سوفا will زائد مصدر الفعل كمان مرة will زائد مصدر الفعل وفي حالة النافي طبعا بجيب not بقول will not زائد مصدر الفعل عادي خاص وساعات باختصر will not تبقى won't won't والزمن ده بيعبر عن اول حاجة action decide at the moment في استخدامه action decide at the moment يعني بالبساطة جديدة يعني قرار سريع قرار سريع يعني قرار وليد اللحظة في اللحظة ذات تب قولك مثلا الباب بيخبط the door bill is ringing I will open the door الباب بيخبط انا افتح الباب يعني يعني بيعبر عن حدث او قرار سريع في المستقبل طبعا for unplanned future actions unplanned future actions يعني احداث سوف تقع في المستقبل ولكن لم يتم الاعداد لها لم يتم الاعداد لها ما اقول مثلا winter will come soon الشي تجاي قريبا كمان بيستخدم للتعبير عن offering asking for requests يعني الطلب العرض الامر يعني threatening threatening اللي هو التهديد اما يقول I'm afraid we will get wet بيحذروا ان احنا ايه لو طلعنا في المطر هنتبلق او كده ونا arrive مع كلمات زي كلمة when وif والكلام يعتبر زمن المستقبل البسيط ده زمن بسيط زي ما انا قلت لكم وسهل جدا اما كنت بتتكلم عن حاجة تحصل في المستقبل فانت بتجيب will زائد مصدر الفعل will زائد مصدر الفعل وفي حالة النفي بتجيب want اللي هي will not will not out خليها want w in apostrophe t تمام ده يعتبر زمن الماضي البسيط والمستقبل البسيط عايز ابص معكم على اي 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 وفي simple post exercise جودي احنا ما اتكلمناش في past simple على زمن على verb to be في الماضي البسيط وهو بيكون was aware was aware مش كل ما يقابلك جملة في الماضي بسيط تحط فيها was لأ تحط was aware لما كنت بتقول كان لما تقول مثلا امبارح انا كنت مبسوط يبقى i was happy yesterday لكن امبارح انا زورت الصحب في المستشفى يبقى i visited my friend in hospital yesterday i visited my friend in hospital yesterday ما اقول اي was visited بقى لأ was aware بتيجي في حالة واحدة فقط اما يكون انا عايز اقول كان او كان او كنا was اول was بتيجي مع all وهي وشي وات were بتيجي مع we وyou within هنا مثلا او was we were i was دي افعال هيت في زمن الماضي البسيط ودي كل اللي قدامنا دي افعال منتظمة يعني بجيب ايدي مباشرة بقول play ed painted visited mailed helped ed watched changed لو شفنا اول جملة هنلاقي مكتوف في اخر الجملة last night last night يعني دم بارح الليلة الماضية يبقى لازم يكون ماضي فما يقول i space my friend in hospital last night يبقى i visited يبقى هنجيب هنا كلمة visit نكتب هنا كلمة visited the boys baseball يبقى اكيد لعبه baseball يبقى play ed robert his wife washed the dishes فنقدر نقول robert helped his wife washed the dishes يعني ساعة زوجته في لسيل الاطباق فنجيب helped l-e-e-d طيب هنا change into negative فحالة النافية باش منسين طالما play يبقى did زائد المصدر او didn't play called يبقى didn't call fixed يبقى didn't fix didn't زائد مصدر الفعال بدون اي اضافة ديت the regular verbs اللي احنا اتكلمنا عنها اللي دي افعال لازم تتحفظ كما يكون فيه فعل شاز زي افعال ديت لازم تتحفظ cut cut زي ما هي dig dug زي ما شايفين كل فعل له طريقة معينة ولو تصريف معين لازم يكون حفظ فقلنا cut cut dig dug d-u-g coast coast meet met read read تاني read read طيب هل هي اختلفت في spelling كتابة لا زي ما هي r-e-a-d لكن اختلفت في النطق pronunciation فقط read read when to go الكلام وهنا write questions عايزين نعمل أسئلة تراما بيقول no we didn't يبقى هنبدأ السؤال هنا تراما في yes أو no دايما في الإجابة يبقى لازم نبدأ السؤال بكلمة dead الأولين مثلا number one هعملها معاكم بيقول add space add seven فراخ كده وبعدين add seven وفي الإجابة بيقول no we didn't we met at eight بيقول لا بيقول هل انتوا تقابلتوا الساعة سبعة لأ دايما احنا تقابلنا الساعة ثمان يبقى قول did you meet at seven no we didn't we met at eight نلاحظ حاجة مهمة او انا قلت did you meet لأن did بيجي معاها مصدر الفعل ما ينفعش اقول did مات لا دي يجي معاها مصدر الفعل ده زمن future simple اللي هو المصدر اللي كلمنا عنه وان بيعبر عن حدث سوف يحدث في المستقبل ولكن بدون تنبؤ او تنبؤ بدون دليل او بدون خطة او بدون قرار يعني حدث ياما تكون حقيقة في حدث في المستقبل ياما يكون قرار سريع يبقى we will wait إذا بعدها she before too long before too long she will arrive ول المصدر هو السؤال واضح بيقول كلمة will زائد مصدر الفعل يبقى zaid arrive will zaid have will check will drive will hit will clap مش عارب برضو اعلاقة زمن الماضي البسيط بزمن المستقبل البسيط اللي جاب دال المفروض ده زمن في المواضي وده زمن في المستقبل مش عارف ربنا معاكم وده كان زمن الماضي البسيط والمستقبل البسيط حاولت أكون مختصر قدر الإمكان عشان أنا عارف أنت بتراجع الامتحان فتكون أمو سهلة عليكم وأنا معاكم وفي أي حاجة تحت أمو موسيقى موسيقى